فيما العمليات العسكرية في حمامة تزال مستمرة وعمليات الاقتحام تشمل أحياء جديدة في المدينة أشار شهود عيان وناشطون إلى أن الجيش السوري اقتحم بالدبابات والعربات فجر اليوم مدينة دير الزور التي شهدت حملة اعتقالات واسعة حتى وإن نفى التلفزيون الرسمي ذلك وتفيد الأنباء الواردة من المدينة أن عدد الضحايا في ارتفاع مستمر نتيجة إطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن وتجاوز الخمسين قتيلة المشهد نفسه يتكرر في ريف حمص وبالتحديد في الحولة التي شهدت أيضا اقتحاما للدبابات السورية والمدرعات إضافة إلى إطلاق النار على الأهالي بحسب شهود عيان تحدثوا عن عشرات القتلى والمصابين وحملة مداهمات للمنازل واعتقالات وذلك بالتزامن مع هذا التصعيد العسكري غرب سوريا وشرقها والذي ترى فيه المعارضة عزما على الحسم العسكري الأزمة يرى فيها الرئيس الأسد تصديا للخارجين على القانون سجل تصعيد سجل تصعيد في المواقف السورية من تركيا التي أعربت اليوم عن نفاذ صبرها وأنها لن تبقى متفرجة إضافة إلى تصعيد اللهجة مع الدول الخليج ودعوتها إلى المطالبة بوقف العنف في سوريا فهل اختار نظام الرئيس بشار الأسد التصعيد على الجبهتين الداخلية والخارجية؟ بعد يوم واحد على بيان مجلس التعاون الخليجي حول تطورات الوضع السوري الذي تحدث لأول مرة عن قلق الدول الأعضاء وأسفها لإراقة الدماء والاستخدام المفرط للقوة استعادت الحكومة التركية لهجتها السابقة التي غابت أو غيبت فيما يتعلق بالموقف من الأحداث السورية القمع الدموي الذي قام به الجيش السوري لحركة الاحتجاج في مدينة حماة وانتقاله بالأسلوب نفسه إلى حمصة ودير الزور دفع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان للحديث عن نفادي صبر أنقرة من استمرار النظام السوري في عمليات القمع الدموي للمحتجين وعن رسائل حازمة سيحملها وزير الخارجي أحمد داود أغلو إلى دمشق الثلاثاء الجامعة العربية وبعد الموقف المؤيد للنظام السوري الذي أعلنه أمينها العام الجديد نبيل العربي من دمشق دخلت على خط مطالبة الأسد بوقف أعمال العنف ضد المحتجين بعد الأخبار الآثية من المدن السورية وعمليات القتل التي تمارس بعنف ضد المواطنين القرار التركي بعدم الحياد اتجاه ما يجري في سوريا يأتي انطلاقا مما أكده أردوغان بأن ما تشهده سوريا ليس مسألة سياسة خارجية بل سياسة داخلية الأمر الذي دفع مستشارة الرئيس السوري بثين شعبان لانتقاد الموقف التركي مؤكدة أن وزير الخارجية التركي سيسمع لدى زيارته سوريا كلاما أكثر حزما من الرسائل التي سيحملها من أنقرة وعلى الرغم من تصاعد حدة الانتقادات الدولية والإقليمية لعمليات القمع الدموي الواسع التي مارسها النظام في الأيام الأخيرة أصر الرئيس السوري على وصف المحتجين بأنهم خارجون عن القانون وأن الحكومة تقوم بواجبها في حماية أمن المواطنين وهو التواجه الذي أكدت عليه دمشق أيضا في ردها على بيان مجلس التعاون عندما طالبته بالدعوة إلى وقف أعمال التخريب وليس إدانة الاستخدام المفرط للقوة حسن فحص العربية معنا من باريس سامير عيطا رئيس تحرير النسخة العربية لصحيفة لوموندا ديبلوماتيك من واشنطن معنا محمد العبدالله الناطق الإعلامي باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا أهلا بكم وأبدأ مع ضيفي من باريس سيد سامير عيطا أولا أهلا بك معنا وأبدأ معك من تصريحات الرئيس بشار الأسد بأنه للدولة الحق في ملاحقة أولئك الخارجين على القانون هل تعتقد أن الرئيس الأسد لا يدرك بأن لا أحد مقتنع في العالم كله الآن لا الدول العربية ولا الدول الخليجية خاصة بعد بيان الجامعة العربية ولا الدول الخليجية ولا دول العالم بأن من يلاحقهم الأسد هم الخارجون على القانون إنما هو يلاحق المتظاهرين المطالبين بالحرية في الحقيقة حضرت وقررت السلطة في سوريا هذه الحملة القمعية منذ أكثر من شهر وأغلقت بعد أيام من انتهاء المؤتمر التشاوري للحوار في دمشق الذي كان تمويها قررت أن تقوم بحملة واسعة بالضبط في شهر رمضان حتى بمسعى أن تحسم الأمر يعني حسابها كان إذا استطعت أن أوقف هذا الحراك في شهر رمضان فسينتهي هذا الحراك هذا ما تراهن عليه مع المخاطرة من ناحية بردات الفعل الدولية التي شاهدتها مع بعض العناصر هناك بعض السلاح الذي دخل بؤر صغيرة هنا وهو هناك تراهن أن تبرز ويأخذون الصحافة تصور سيأخذونها في الغد لتبيان هذه البؤر مع أنها ليس لها علاقة مع مجمل الحراك الذي بقي ويبقى سلميا أنها ستستفز العالم إلى آخره وتستفيد أيضا من بعض أخطاء ما يسمى المعارضة التي تستعجل في كثير من الأمور بدون أن توضح صورة جيدة مستقبلية لكل سوريا حتى يكون لها قدرة المبادرة في صنع سوريا المستقبل إذن دخلت البلاد في مأزق خطير كل الناس تترقب ماذا سيحدث وهذه المخاطرة التي أخذتها سلطة منطقية من وجهة نظرها لأنها تعرف أنه في النهاية هذا القمع إذا استمرت الحركة فبالنهاية سيكون هناك تغيير حقيقي في سوريا سيد محمد العبدالله الإشارة التي ذكرها سيد سمير عيطة قبل قليل عن المعارضة السورية بأن ترتكب الأخطاء وتستعجل بدون أن يكون لديها صورة واضحة لمستقبل سوريا البعض أعتقد بأن هذا تحميل المعارضة أكثر مما تحتمل لأن المعارضة السورية لم يكن لها صوت على مدى أربعين عاما إلا باستثناء هنا وهناك والقليل منهم من كان يتحدث كان يتحدث في سقف منخفض جدا لكن ما يحصل الآن في الشارع هو تجاوز المعارضة وتجاوز السلطة وتجاوز أي تفكير يعني المعارضة ما عندها خبرة في تشكيل سورة مستقبلية لمستقبل الدولة لذلك ربما يكون مبرر أحيانا هذا التخبط كيف ترى ذلك صحيح سيدتي هذا بالضبط ما يحصل المعارضة تفاجأت شأنها شأن السلطة بانفجار هذه الثورة وبهذا الشكل السريع وامتداد الثورة بشكل أفقي وتوسعها بهذه الطريقة الكبيرة جدا لتشمل المدن ما كان منهم متوقع أصلا أن تنطلق الثورة منها لكن المعارضة تحاول أن تضبط ما تستطيع القيام به يعني الشارع أثبت قدر الإمكان قدرة عالية جدا جدا على ضبط النفس وعدم اللجوء إلى السلاح وعدم اللجوء إلى الخطاب الطائفي أو العنفي وهذا كله يعني هناك نصيب للمعارضة في هذا العمل لأن قيادات المعارضة والكوادر والنشطاء يعني طغوا في خطابهم السياسي والإعلامي على مثل هذه الجوانب وحاولوا تنبيه الشعب إلى خطورة اللجوء إلى السلاح أو إلى خطورة اللجوء إلى طابع عنفي أو خطورة اللجوء إلى محاولات انتقامية من أبناء الأقليات وهذا يحسب للمعارضة المعارضة لا حول لها ولا قوة بعد خمس عقود من القمع وكانت مطالبنا في المعارضة السابقة مطالب إصلاحية لا تتعدى قوانين الانتخاب وإلغاء حاطة الطوارئ وقوانين لحرية الإعلام وهي التي قام بها النظام بعد أن قتل ألفي شخص ويقوم بحملة أمنية عنيفة بهذه الطريقة الكلام عن أن المعارضة تتحمل المسؤولية للأسف هذه نسخة ملطفة من كلام الوزير المعلم أن المعارضة أفشلت الحوار والمعارضة تحمل المسؤولية جرى البلاد إلى هذه الأزمة وهذا كلام مرفوض تماما يعني لو كانت النظام هناك نية أصلاحية يعني ليست تتحمل المسؤولية يعني نظام في العالم يقصف ربما بعض المحلين لا يرون أن المعارضة تتحمل المسؤولية في أصل الموضوع أن السلطة تتحمل المسؤولية لملمت كل الأطراف ولكن المعارضة تتحمل جزء من هذه المسؤولية الآن لأنها حتى هذه اللحظة هي غير منظمة بالشكل المفروض تكون عليه المعارضة في سوريا صحيح المعارضة غير منظمة وغير موحدة هناك معارضات وهناك فئات سياسية كثيرة وهذا هو السبب الأساسي في عدم وجود صوت واحد أو رؤية واضحة للحل السياسي وللمخرج السياسي هناك قوى في المعارضة توافق على الحوار أو كانت توافق على الحوار هناك قوى قطعت مع هذا الكلام منذ زمن بعيد هناك قوى بين البيناين هناك قوى متخلفة عن الشارع والشارع سباقها بكثير ولذلك لا نجد رؤية موحدة وجسم واحد للمعارضة لكن أعتقد أن المعارضة وخاصة تقليدية منها الحزبية اليوم تملك رؤية موحدة وبضرورة ترحيل هذا النظام وهذا كان إجابتنا للوزيرة كلينتون عندما انتقينا بالوزيرة كلينتون الأسبوع الماضي وكان أول سؤال لها عن وحدة المعارضة وعن أجندة المعارضة لماذا المعارضة هي غير موحدة كان إجابتنا أن المعارضة غير موحدة كجسم سياسي واحد لكنها تملك أجندة واحدة سياسية هي الانتقال إلى بلاد ديمقراطية إلى بلاد فيها انتخابات إلى بلاد فيها أجهزة أمن خاضعة للقانون إلى بلاد يتعامل فيها المواطنون على قدم المسواة أبناء الأقليات شأنهم شأن أبناء الأكثريات وكانت هذا الطرح لقى استحسان في المجتمع الدولي حتى أبرز أطراف المعارضة التي كان يعتقد أنها لا تقبل بالديمقراطية وهم الطرف الإسلامي لإخوان المسلمين كان طرحهم واضح في هذا السياق أنهم سيقبلون دولة مدنية عددية ديمقراطية فيها انتخابات وأنهم يقبلون باللجوء إلى صندوق الاقتراع لكن تستخدم المدفعية الثقيلة لدك المواطنين والمدن بهذه الطريقة هذا أصلا لا يفسح المجال للمعارضة لتقول شيء بعدين لو أن المعارضة نظام جاد في هذا الأمر بالأمس جرى أعتقال دكتور وليد البني ونجليه الأثنين من مكان كان متخفيف ثم أعتقال الأستاذ محمد حاجي دارويش من حلب اليوم لا يسمح للمعارضة بالحراك حتى اللحظة وهذا كان إجابة على كلام السفير روبرت فورت خلال لقاءنا مع الوزير كلينتون الذي تساءل عن رفض المعارضة للحوار مع ساميرا ميز وأوضح لاحقا أن الولايات المتحدة غيرت نظرتها عن النظام أنه يصلاحي أو أنه يحاول حقا أن يقسب المعارضة أو يتحاور معها النظام يحاول كسب الوقت ويحاول إيقاف التظاهرات بأي وسيلة والشرع السوري مدرك أنه لو توقفت المظاهرات سنتعرض لسحق جماعي بعد أن ينتصر هذا النظام هذا لن يحصل سيد سامير عيطة دعنا ننظر للموضوع من زاوية أخرى الرواية الرسمية السورية منذ اليوم الأول دعنا نقول منذ الأسبوع الثاني لأنه بالبداية كانت تحدث عن جماعات سلفية أو أمارة سلفية أو أصلا ما كان معترف أنه فيه شيء بالشارع السوري ثم تطورت إلى إمارات سلفية ثم بدأ الحديث عن جماعات مسلحة منتشرة هنا وهناك في كل أسقاع سوريا الآن الرئيس نفسه يتحدث عن مسؤولية الدولة أن تقاتل أولئك الذين يخرجون على القانون أو الخارجين على القانون شو تفسيرك أن النظام السوري ما زال متمسك بهذه الرواية التي لم تقنع أحد منذ اليوم الأول حتى الآن؟ صحيح إذا أخذ الواحد الإنسان مجرى الأحداث كيفما حدثت كانت الأحداث في منطقة معينة في حوران ودرعا من جراء تصرف لا إنساني من قريب الرئيس مع أطفال صغار لو عاقب هذا الإنسان وقلتها مثل دومينيكس روسكان مع كلبشات وأخذه لنتهت القصة منذ بداية بدل أن تستخدم هذه الحادثة للتغيير فعلا للمشي مع حركة الربيع العربي الذي له أسباب اجتماعية وثقافية والآخره مختلفة بدل أن يأتي الرئيس ويركب هذه الموجة مراكبا ماشيا مع شعبه اختار منذ البداية الحديث عن المؤامرة وأصبح منذ ذلك اليوم هو المشكلة وليس جزء من الحل وهذا شيء أساسي اليوم نحن في الشهر الخامس ما لم يكن مؤامرة وقتها اليوم أصبح هناك فوضى في كثير من المناطق أصبح هناك من يتآمر على الوطن بشكل حقيقي هو أخذ الشعب السوري والجيش السوري كله رهينة إما أن تبقى سلميا وتستسلم وإما أن تدافع عن نفسك بالسلاح بالنسبة للعسكري أما أن تنفذ الأوامر وتطلق الرصاص أو تقتل شعبك لكن ما ممكن نسجل أخذنا كله رهينة وأصبح الوضع أصبح الوضع بمنتهى الصعوبة حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نقول أن المنتفضين السوريين تخلوا عن سلمية الثورة إذا كان هناك سلاح يدافع به الشخص عن نفسه فهي أسلحة فردية هنا وهناك ما صارت بمستوى التنظيمات المسلحة التي تحدث عنها النظام التي استطاعت أن تهز كيان سوريا كله 99% من الحراك هو حراك سلمي وأنا أفتخر بالشعب السوري على مدى صبره أمام الإهانة أمام القهر أمام إطلاق النار عندما تري أخا أو صديقا أو رفيقا يقتل كيف يضبط نفسه كيف تتشابك الشبكات الاجتماعية حتى تأتي وتناقش وتحاول أن تتناقش حتى مع الجيش حتى مع قوى الأمن أن أضبطوا الأمر نحن سنهدئ الأوضاع كيف كل هذا يحدث ومع هذا يأتي تأتي السلطة وتقول أنا أريد أن أقمع هذا الحراك من أساسه بعدم وعي لأن هذا الحراك هو بالأساس حراك شبابي لشباب 20-25 سنة هي أصلا توجهه نحو الفوضى لأن حتى بعد قياداته الأكبر قليلا سنا 25-35 سنة اعتقلتهم جميعا 15 ألف معتقل في السجون إذن أنت تركتي الأمر لشباب صغار جدا يدافعون عن نفسهم يطالبون بالحرية بالأصل عندما اختارت السلطة هذا الخيار عفوا اختارت السلطة هذا الحفار وشرثمت أماكن الاحتجاجات وترك بعض البؤر التي فيها بعض الناس الهائجين المسلحين خلق هذا الشيء الوضع الذي يمكن أن استغلها تقول أنا لست سلطة أنا الدولة ولي الحق بالقمع لإرساء الأمن والأمان أيوة هذه النقطة التي كنت أريد أن أوصلها الحقيقة سيد عيطة يعني السلطة سعت إلى شرذمة أماكن الاحتجاجات بحيث تصبح حجتها قوية السؤال الحقيقة يعني بتسأل عنه دائما طبيعة تشكل هذا التفكير والعقلية في النظام السوري خلينا نذكر مع بعض ما حصل في الثورة المصرية وهي يعني 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 الأقرب لضرب الأمثلة بالثورات السلمية بدأ الحديث عن جماعة إخوان مسلمين أو جماعات متطرفة تريد أن تقلب البلد ثم تم الاعتراف من النظام بأن ما يحدث هو مطالبة شعبية سواء كان التجاوب بشكل إيجابي مرضي أو غير مرضي وصلنا في النهاية إلى اعتراف بأن ما يحدث هو ثورة شعبية لماذا في العقلية السورية حتى عند كثير من الشعب السوري في الحقيقة الذين يخرجون في مظاهرات من حبك عندهم قناعة بأن ما يحدث هو مؤامرة وجماعات مسلحة شو شكل عقلية للنظام السياسي هذا؟ أنا أصور منذ الشعار الأول فهمت السلطة في سوريا الموضوع جيدا كان هناك شعاران إذا أردت يتصارعان شعار الله وسوريا وبشار بس و الله وسوريا وحرية بس يعني حرية ضد بشار يعني الموضوع هو بين سوريا الأسد وسوريا جمهورية العربية السورية الموضوع هو هل تخضع السلطة إلى الدولة؟ هل يمكن أن تكون الجمهورية هي جمهورية وراثية؟ أم ممكن أن حتى السلطة تخضع إلى مؤسسات الدولة بشكل عادي مع تداول سلمي على السلطة ليس على منصب في مجلس النواب وإنما على أكبر مناصب الدولة هنا السلطة لا تريد أن تخضع للدولة تريد أن تكون فوق الدولة وتطورت الأمور من مطالب محدودة نتيجة قمع إلى آخره إلى اليوم إسقاط أغلب سوريين يددون ليس إسقاط النظام بمعنى نظام كلمة كبيرة إخضاع السلطة للدولة ليست الموضوع هو عبر عن شخص معين أو عن منصب معين كل إنسان يأخذ المنصب إذا كان تصرف جيداً يمكن أن يكمل مهامه إذا تصرف غير جيد حتى الناس الموالين أو الناس الذي في النص يعتبروا رئيس البشار الأسد أخطأ في إدارة الأزمة وأوصل البلاد إلى مأزق لم نكن نحتاجه في سوريا بأي شكل بأي شكل لم يكن أحد مجبراً أن يدخل بلد عزيز يؤثر في منطقته كلها إلى هذا المنحة حتى يأتي الأتراك ويأتي الروس ويأتي مجلس الأمن ويتدخل فينا ويتدخل في قصص سورية منعة العرب اليوم كل العرب ينتقدون سوريا وهذا شيء غير مقبول يعني في فرق من ينتقدون سوريا والنظام السور تصرفات النظام ضد شعبه وهنا أعود لك سيد محمد العبدالله دائماً السؤال اللي كنا نطرحه منذ البداية على ماذا يراهن الرئيس بشار الأسد أو النظام الحالي في سوريا كنا نقول دائماً أنه في حالة صند دولي في حالة ربما تواطئ من بعض الجهات مع النظام السوري في وضعية مختلفة في الداخل السوري عن باقي الدول التي صار فيها ثورات لكن في تحرك الآن حتى ولو كان خجل لكنه في تحرك وفي انتقادات بيان من الجامعة العربية بيان لمجلس التعاون الخليجي أوباما وساركوزي وألمانيا بتحدثوا عن إجراءات ربما أكثر حدة تركيا تتحدث الآن عادت مرة أخرى للحديث عن ضرورة إضاحة الصورة أكثر أو أيضاً بلهجة أكثر حدية هل سيشعر النظام بأنه فقد ما كان يراهن عليه أنه الكل سيبقى ساكت عليه حتى ينهي هذه التحركات داخل سوريا تماماً النظام راهن على هذا الموضوع على الصمت الدولي والصمت العربي من جهة وعلى قدرته على سحق التظاهرات بالدبابات والمدفعية والأسلحة الثقيلة من جهة أخرى وأن الناس سيملون ويتعبون ويذهبون إلى منازلهم وستنتصر المخابرات وأجهزة الأمن في هذه المعركة وبالتالي يسحق الشعب السوري وتكريس أربعة أو خمسة عقود أخرى من الخوف وحتى سؤالك السابق لضيفك عن لماذا اختار النظام السوري هذه الرواية الغير مقنعة لأي طرف لأن النظام السوري لو تلفظ بكلمة واحدة أن هناك ثورة شعبية وهذه الثورة الشعبية هي محقة وأن مطالبها إصلاحية فسأنه سيضطر لمجارات مطالب هذه الثورة وعندها البدء بإصلاح حقيقي وهو ذا الأمر الذي لا يريد النظام ولا يرغب القيام به ولا يقوم به ولا أعتقد أنه سيقوم به في المستقبل ما يحصل أن الاستناد إلى رواية المسلحين التي لم تعد تقنع أحدا حتى أشخاص ضمن النظام وهنا تعليق على حتى ما ذكرتي أن الأشخاص الذين يتظاهرون في مظاهرات من حبك مصدقين لا أو لا ليسوا مصدقين بعد ألاف الفيديوهات التي توثق موت الأطفال حتى الأطفال في مستشفى الرئيس قطع الكهرباء عن حاضنات الأطفال هذه لم يفعلها حتى هتلر هتلر لم يفعل ذلك بكل قرف النازية وجرائمها وفضاعاتها قتل أطفال خدش في المستشفيات وإجبار أصحاب المستشفيات الخاصة في دير الزور مستشفى النور والساعي والحداوي على الإغلاق تحت التهديد بتصفيتهم مباشرة إذا حقموا بإصعاف الزرحة هذه جرائم ضد الإنسانية ممنهجة وهذا ما يعول عليه النظام السوري وأعتقد أن مزيد من القمع بهذه الطريقة للأسف النتيجة هي خسائر بشرية لكن هي مكاسب سياسية للثورة أولا هناك رفض عربي ويتكرس هذا الرفض العربي بموقف من جامعة الدول العربية هناك موقف من مجلس الأمن أصبح وشريك ولن تعد تستطيع الدول المتواطئة على رأسها روسيا بتغطية هذا النظام وجرائمه بشكل طويل ومن الاعتماد على دول إقليمية مثل إيران لإرسال شحن أسلحة لو تستخدم ضد المواطنين السوريين هل هذا النظام يحترم الشعب السوري أو يحاول أن يقوم بإصلاحها حتى كلام الوزير المعلم خذي مثلا شريف شحادي بالأمس على التلفزيون السوري سألوا عن أعمدة الدخان التي تصاعد من دير الزور فيقول أنها مفرقعات نارية مع صور المدفعية التي تدخل من الجبل المدينة بشكل عشوائي سألوه فقال هيفتش عن قذاف المدفعية نعم قال ألعاب نارية ويعني هناك صور توثق بالفيديوهات يعني المدفعية وهي تقصف المدينة وهذا نفس الفيديو يوثق بكيف يردون أهالي المدينة بالتكبيرات عبر المساجد ويكي الناس تحتفل برمضان ويحتفلوا بالمطر قبل فترة سيد محمد العبدالله والسؤال زي ما حكد طيب السؤال الآن يعني نحن ليس في موقف التشكيك في الرواية الرسمية عن فكرة الجماعات المسلحة لكن في سؤال الحقيقة يعني من الجميع ممكن يتخيلوا أو يطرحوا في ذهنه وحمى محاصرة من جهاتها المختلفة بالدبابات لفترة طويلة وكانت فيها مظاهرات تسير في الداخل دون أن تسفك فيها الدماء ولا لحظة كيف استطاعت الجماعات المسلحة أن تدخل إلى حمى وتكون وسط حمى وتدخل بعدها الجيش بعد ما تخلص زيارة السفير الأمريكي عشان تصفي هذه الجماعات المسلحة وين كانوا لما كان الجيش محاصر مدينة كيف تمكنوا من الدخول يعني أنا أقصد أنه هذا المبرر غير مقنع لطفل يعني ليس لحد مراقب صحيح تماما سيدتي وحتى قبل حمى قبل الوصول إلى حمى وصول الأسلحة والعصابات المسلحة إلى سوريا وأنا هذه ذكرتها أكثر من مرة نقطة لدينا أجهزة أمين كانت تعد أنفاس المواطنين إذا كانت هذه الأجهزة الأمين غير قادرة على ضبط البلاد فلتستقل وترحل وتغادر البلاد أجهزة أمين تعد أنفاسنا من أين أتت هذه العصابات المسلحة وكيف أدخلتها بأسلحة المزهومة أنا تحدثت عن حمى تحديدا سيد محمد لأنه يمكن أكبر مثل إنها محاطة الدبابات من كل الجهات نفس المثل قيل في درعة نفس المثل قيل في درعة بعد حصار المدينة بثمانية عشر يوم تم اشتياحها بالدبابات وقيل أن هناك عصابات أدخلت سلاح ورغم كل هذا الحصاب جمع تم التبرير أن درعة هي مدينة حدودية إنها مدينة حدودية لكن حامى مدينة في منتصف سوريا لا يطوقها إلا موسط سوري وأراضي سوريا محاصرتها بكل هذه الدبابات يعني هناك عشرات ومئات الدبابات والمدرعات تحاصر المدينة وفجأة يخرج من يقول أن هناك مسلحين وأن هناك عصابات مسلحة لمدة شهر آمنة حقيقة كانت لمدة شهر آمنة وبعدين فجأة صار فيها جماعات مسلحة هذا السؤال يمكن السلطة لازم شعب عليه تماما لم يجرح يا جهز حتى المؤتمر الصحفي الذي عقد الوزير المعلم مع الدبلوماسيين محاولة الإقناعهم أن ما يحصل هو عصابات مسلحة جوبه بالسخرية وتم مغادرة الدبلوماسيين بعد أقل من عشرين دقيقة من مؤتمر يجب أن يكون أو اللقاء يجب أن يكون لمدة ساعة ونصف السلطة السورية تفقد ورقة قوية من يدها حاولت استخدامها لطويلا وهي ورقة الممانعة الكلامية واللفظية وحجة أن سوريا العروبة والممانعة التي تصمت في وجه الغارب هذا لا يبرر سحق شعب بالدبابات ومن المدفعية وهذا من باب أولى والدفاع على العروبة والقطع التدخل الخارجي قطع الطريق على التدخل الخارجي يجب أن يكون هناك موقف عربي أكبر بكثير وأقوى وأشد مما يحصل اسمحي لأن وجه الشكر للدول العربية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري ونطالبهم بالمزيد إخوانهم السوريين يطالبونهم بالمزيد طيب اسمح لي أنتقل بسؤال أخير وباختصار سيد سمير عيطة هو السؤال الذي يطرح الآن إلى متى هل سيبقى الشعب السوري يخرج بمظاهرات سلمية وتبقى السلطة تقول أنها تلاحق جماعات مسلحة وخارجين على القانون وتبقى أعداد القتلى في ازدياد اليوم فقط وصل العدد إلى ثمانين قتيل يعني هذه إلى متى دوامت العنف هذه داخل سوريا ما الذي يمكن أن يفككها والله لا أتوقع في المرحلة الحالية أن تتوقف السلطة عن جنونها لأنها تدافع عن وجود عن بقائها كسلطة فوق الدولة ولكن ما يجب أن يعمل هو على مستوى القوى الشعبية والقوى السياسية خاصة في الداخل السوري يجب أن يكون لها قوة المبادرة ليس هناك أي ثورة تنجح دون أن تكون لها قوة مبادرة مبادرة بطرح صيغة العيش المشرك مسود الدستور أنا أسميه ميثاق شرف وطني يحمي ليس أغلبية الشعب السوري ولكن أقل أقلوي وحقه في المواطنة يجب أن يكون برنامج هناك برنامج عمل واضح يحفظ حتى الخطوط الوطنية هناك من يذهب ويقابل في روسيا والآخرية هما هو يريد إسقاط النظام لأنه يصفي حساباته مع حزب الله أو مع إيران هذه ليس علاقة لها لها علاقة بالثورة السورية في مصر أو في تونس عارج الأمور الداخلية بدون أن يدخلوا هناك مشكلة وهذا قلت أنه في بعض المعارضات يذهبوا من الأساس إلى الخارج ما هو مرفوض شعبيا في سوريا حتى يركبوا الموجة المطلوب من المعارضة وخاصة المعارضة الشريفة في الداخل أن تبدأ بالمبادرة من ناحية وضع الخطوط لطمأنة الجميع الناس الذين يقاتلوا وينزلوا إلى الشوارع يقاتلوا بمعنى النزول لرغم الرصاص حتى يفتحوا صدرهم ويأخذوا رصاص والناس الذين هم في بيوتهم وخائفين على مستقبل سوريا يجب أن يكون لهم طرح مبادر وحتى الجيش يجب أن يتوجه الناس إلى الجيش ويقول له إلى أين أخذتك السلطة سيد سامير عيطة سامير عيطة رئيس تحرير النسخة العربية لصحفة لوميند ديبلوماتيك شكرا جزيلا لك على المشاركة سيد محمد العبدالله تريد الرد بشكل سريع لو سمحت تعليق أخير هذا الكلام عن المعارضة الشريفة والله دفعنا لأنه غادر بلادنا تحت القمع وتحت القتل المفروض نموت تحت سجون الممانعة والتعذيب عن بشار الأسد حتى نكون شريفين نحن ذهبنا لموسكو أو الوفد الذي ذهب من المعارضة السورية لتغيير الموقف الروسي والإقناع روسي بالتوقف عن تواطئ مع النظام السوري على قتل الشعب السوري محاولة استصدار قرار يدين الجراء من مجلس الأمن ويحيل النظام السوري إلى محكمة الجانيات الدولية هذا الكلام عن معارضة الخارج معارضة داخل الشريفة نحن كنا شرفاء وأشرف بكثير من النظام الممانع الذي للأسف يلتصق فيه مثقفين من هذه الشاكلة سيد محمد العبدالله ناطق الإعلام باسم لجان التنصيق المحلية في سوريا شكرا جزيلا لك على المشاركة سيد سمير عطر رئيس تحرير نسخة العربية لصحيفة لموند ديبلوماتيك شكرا جزيلا لك على المشاركة